برعاية نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العماد فهد جاسم لفريج قدمت الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تموز العرض المسرحي النصر ساعة صبر بحضور مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ووزير الأعلام المهندس محمد رامز ترجمان ووزير السياحة المهندس بشر يازجي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أريم القادري وعدد من الشخصيات الدينية والفكرية والفنية نحن اليوم ما فيني ما أرجع لثلاث سنين نحن بلشنا بوعد شرف بالفيلم اللي أنتجنا وهو كان عنوان مرحلة نحن وعدنا وعد شرف أنه نحن نوقف وندافع عن بلدنا السنة الماضية كان عنوان الأوبريت قدم حبر الحق كانت مرحلة قاسية وصعبة وكانت مرحلة التحرير والحمد لله تكللت بالنجاح اليوم نحن عم نقول النصر ساعة صبر النصر صار قريب وإن شاء الله بنحتفل فيه بالاحتفال الجاية إن شاء الله السنة الجاية عنوان المسرحية هو بيدل على الهدف الواضح اللي هو النصر ساعة صبر نحن عم نحاول نقول أنه النصر قرب كتير ونحن يمكن هلأ بأكتر مرحلة فيها تصعيد ولكن بدنا هالساعة صبر لحتى ننتصر نحن عم نوجه رسالة مباشرة الحقيقة وهي تحية لكل أهم مؤسسة هي مؤسسة الجيش العرب السوري ولكن لكل أسر الشهداء من خلال الأعمال الفنية نحن عم نقدر غير أنه نحن عم نقدم عمل فني عم نقدر أن نعمل شيء اللي هو كتير مهم وواجب على كل إنسان وكل مواطن سوري إذا بدك وخصوصا الفنان نحن لو لجيش العرب السوري ما كان في إلنا كرامة ولا كان في إلنا بقاء وفضل الأول والآخر ببقاءنا بسوريا هو يعود لجيش العرب السوري والكلمة الثانية أنه الله ينصره وإلا معه إن شاء الله رح ننتصر وهيدي مثل صرخ التفاؤل العرض تضمن فقارات قدمتها فرقة آرام للمسرح الراقص وعدد من الفقارات الفنية المتنوعة عبرت عن صمود الجيش العربي السوري والأمل بالنصر القريب كما تضمن أيضا أغاني وطنية قدمها عدد من الفنانين السوريين سوريا منتصرة صامدة قوية كقلعة حلب وكجبل قاسيون لأنها ولدت أبطالا من رحم أمهات عرفنا القوة وكان النصر هو ساعة صبر